نقاط كثيرة اشترطها المانحون في مؤتمر الكويت بهدف موافقتهم على منح العراق قروضاً لأعمار المناطق المدمرة أهمها توفير الأجواء الآمنة للدول والشركات التي تستثمر في البلاد الترد الأمني والفساد الحكومي كان أكثر الهواجس التي أثارت مخاوف المانحين للاستثمار في العراق والتي بدت واضحة من خلال بعض التصريحات للمشاركين في مؤتمر الكويت للمانحين وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح أشار إلى التهديد المباشر الذي تمثله المجاميع المسلحة في العراق مؤكداً أن المجتمع الدولي ما زال متخوفاً من تهديدات المجاميع المسلحة هناك أما الحكومة فما زالت عاجزة عن إنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيدها لسيما أسلحة العشائر في جنوب العراق صحيفة الشرق الأوسط قالت في وقت سابق إن استمرار النزاعات العشائرية في العراق يقوض سلطة الدولة ويهدد آبال الاستثمار التي كان من المؤمل أن يجدها مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت الأمر الذي يمثل تنثيراً للشركات والمستثمرين العرب والأجانب من الاستثمار في العراق مجلس محافظة البصرة كشف أن الأحزاب المتنفذة في البصرة والمستفيدين من الوضع المرتبك وغير القانوني بحسب تعبيره بدأوا يضغطون بطرقهم وأساليبهم على تحجيم القوة الأمنية القادمة من بغداد لإنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة هذه القوة التي أرسلتها الحكومة في بغداد والتي لم تستطع الدخول إلى البصرة بسبب ضغوطات تلك الجهات في المحافظة إذ أكد عضو مجلس المحافظة كريم شواك أن تلك القوة تخلت عن الأهداف المرسومة لها مسبقاً واكتفت بالانتشار على حدود المحافظة وطرقها الرئيسية أما العبادي فقد قال إن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الحكومة في نزع السلاح على الرغم من تقديم رؤية قبل نحو تسعة أشهر تقضي بحصر السلاح بيد الدولة مهمة حكومة العبادي في انتزاع السلاح وحصره بيد الدولة ليس بالأمر المتاح للحكومة بسبب غابة السلاح الحالية وارتباط حائزي هذا السلاح بمراكز القرار الحكومي ترجمة نانسي قنقر